تظهر الحديدة كمركز لحالة التداخل المكثف بين السياسي والإنساني وبينهما العسكري للأزمة اليمنية ففي الوقت الذي تفرض فيه الضرورة السياسية حسم معركة الحديدة عسكريا لصالح الشرعية في أقرب وقت يبدو الملف الإنساني كورقة جاهزة للاستخدام في يد المنظمات الدولية لعرقلة تحرك قوات الحكومة والتحالف باتجاه الحديدة ولمواجهة هذه العرقلة تتحرك دبلماسية التحالف العربي باتجاهين متوازيين فبينما كان المتحدث باسم التحالف يؤكد أن مدينة الحديدة وميناءها هما الهدفان المقبلان للتحالف وأن عودتهم للشرعية مسألة وقت كان المندوب السعودي في الأمم المتحدة يتقدم بطلب للمنظمة بتكثيف مفتشيها في اليمن يأتي هذا الطلب على خلفية استمرار عمليات التهريب التي يقول التحالف أنها تتم عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيا لكن هذا الطلب يأتي في سياق التمهيد للعملية على ما يبدو وتقلص حجم الرفض الذي تبديه الأمم المتحدة ومنظماتها للعمليات العسكرية هناك وهي خطوة تشبه الطلب السابق للإشراف على الميناء من قبل المنظمة الأممية والذي قبل بالرفض عسيري قال في تصريحات صحفية نقلت الشرق الأوسط أن التخاذل من المراقبين الدوليين كان وراء استمرار وصول شحنات أسلحة إيرانية إلى ميناء الحديدة بعد انطلاق عمليات التحالف في مارس 2015 مؤكدا أن لدى التحالف العربي بدأ إلى جاهزة لميناء الحديدة الذي لم يصل إليه سوى السلاح القادم من إيران وقد آن أوان إيقاف ذلك يبدو تحرك التحالف في الساحل الغربي مدعوما بضوء أمريكي أخضر يرى في الدعم الإيراني لميليشي الحوثي تهديدا خطيرا للملاحة الدولية في البحر الأحمر إلا أن ذلك لا يكفي على ما يبدو ولا تزال كثير من المعوقات تؤجل تقدم قوات الحكومة والتحالف باتجاه الحديدة ومينائها حتى حين